السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم جاسم حسن فني دكور ان شاء الله النهاردة نتعلم مع بعض ازاي نرسم وردة خمسية تمام احنا طبعا عملنا فيديو اللي فات رسمنا فيه الشكل الخارجي اللي هو حرف الاس النهاردة ان شاء الله نتعلم مع بعض ازاي ترسم وردة كاملة طبعا بالمجاسات بكل شيء بس ان ايه اننا هنغير مكان النادفة دي لان المساحة صغيرة فالنادفة هتركب مباشرة على من تحت عشان لو دات صغيرة دات كبيرة اي ان كان العميل هيديبها هيركبها ايه على من تحت طبعا ده بعد ما الشغل ما خلص نستقناها طبعا على المساحة الموجودة عندنا ما شاء الله ما فيش اي غلطة يا ريت لو انت اول مرة تشوف قناتنا او اول مرة تشوف شغلنا يا ريت ما تنساش الاشتراك تضغط لايك للفيديو نشوف مراحل العمل مع بعض طبعا احنا اول خطوة جبناها جبنا لوحين ونوبناهم على السراميك تمام واكسنا تضولوا عرب بعد كده جبنا زاوية وجسنا بردل على خمسة وتسعين صندوق ولفنا دايرة ايه كاملة تاني خطوة عشان تعملها تكسب من خط النص لحد اخر الدايرة كام اللي هي الخمسة وتسعين هتديك سبعة واربعين ونص وتروح معلم علاها بعد ما تعلم علاها هتدي بنفس البردل تاني وتحط البردل في النص هنا وتحطه على ايه على خط الافقي اللي هو اخر الدايرة تمام وتروح هو اخد علام تاني على النص التاني النص التاني ده هتطبع عليه الزاوية وتحطها برضى على خط الافقي لجيتها المسافة واحد يبقى كده المجسم معاكم واحد لجيت الزاوية نقصة هتطولها لحد ما تصل ايه النقطة اللي انت عايزها دي عشان بعد كده تجسم الدايرة ايه خمسية وتاخد معاك كده من حطة العلامة اهو تعلم بقى وانت ماشي ايه تديك دايرة خمسية عشان تجسمها خمس اضلاع ده الرقم واحد اللي هو الاساس اللي احنا كنا نشتغل عليه بعد كده رقم اتنين تلاتة دي اربعة وده خمسة كده احنا جسمنا الوردة على خمس اضلاع بعد كده عايزين نجسمها بقى ايه على عشرة هتاخد انت من العلامين اللي انت علمتهم سواء واحد او اتنين وتطلع كده النص بتاعهم وتردعوا لورا كده يديك ايه النص بتاعهم طبعا هتبقى كده احنا عملنا خمسة الاول وده خمسة هتديك عشرة في الاخر من العلام وتاخد نص ايه المسافة بعد كده هتوصل العلامات ببعضيه طبعا بص كده الاتجاه دين واحد يعني من خط النص خدنا اللي هو اليمين والناحية التانية خدنا الشمال العكس بس اهم شيء كل اللي انت هتعلمه يمر بالخط النص بتاع المركز بتاع الدائرة. لما مرش بخط النص يبقى انت ماشي غلق. لكن طول ما العلامات انت ماشي بيها صح ومجابل بعضها بحس تعدى على خط النص يبقى مجلساتك كلها موحدة ما فيش اي مشكلة. طبعا نعدي معنا كده دي رقم واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة. كده احنا جسمنا الدايرة الاول على خمسة اللي هم الوردات الاساسيين اللي هنشتغل عليهم. بعد كده جسمناها على عشرة. عملنا بردل تاني تمام? سيبنا من الدايرة الخارجية اللي هي الاولى الكبيرة. سيبنا خمسة وتلاتين سنطلي وروحنا عاملين بردل تاني. البرجل دي اللي هنحدد عليه اه يعني الدوائر بحس الدوائر تب على على خط واحد. زي ما انت هتدرب خطك ده عشان تخلي المجلس على خط واحد. وتروح عامل بردل صغيرة هم. هتجي اسمها دايرة عكسية. طبعا الدايرة دي عشان تلفها وتحس ان انت ماشي مزبوط لازم تكون طلع من الدايرة اللي انت عملتها الكبيرة. اللي هي التانية. تمام? بص كده. تلاقي اللفة. دخلت على اللفة الدايرة اللي هي ايه الصغيرة. ده يعتبر ايه? سن الورجة بتاعت الوردة. ان انت تعمل دايرة ايه? عكسية. اتنين نفس المجاس نفس الشغل موحد كله هيبع على ايه? على الخمس اضلاع اللي هما الورج دي قت. طبعا اه اساس البردل بيبع على الدايرة ايه? الكبيرة. اللي هي بره هي. وتروح لف دايرة عكسية. الدايرة العكسية دي تحكمها كيه بيها اللي هي الدايرة التانية اللي انت عملتها. بحيث الملف بتاع الدايرة اهو بص بتاع الورجة يبماشي على الدايرة الاساسية التانية اللي انت عملتها. طبعا بعد كده هتسيب عشرين سنطي وتروح عامل ايه? خمسة وعشرين سنطي عفوا وتروح عامل دايرة تانية. وتروح لافف دايرة ايه? عكسية برضو. زي شبه حرف الاس كده. دي دايرة مكفولة ودي كان دايرة ايه? عكسية. وضحت معنا الورجة. طبعا احنا كده عملنا دايرة كبيرة الاول. دايرة تانية صغيرة. وصغيرة دايرة تالت. بحيث كل دايرة بتحدد عليها انت مسافات واحدة. يعني الدايرة الاخيرة دي عشان تحدد التقاطة ما بين الورجة والتانية. اهو. وتلف دايرة ايه? الجوة. كده ظهرت معنا الوردة ايه? كده خمس وردات. المسافات كل وردة موحدة زي اختها. ما فيش اي اختلاف خالص غير له احنا هنعمل انفرق دايرة في النص لكن احنا مش هنفرق دايرة لان المسافة صغيرة. بعد كده بعد ما خلصنا دايرتنا طبعا ايه? هننشر الوردة اللي احنا حددناها على علامات بتاعتنا. ياريت انت لو اول مرة تشوفنا ما تنساش الاشتراك في القناة وتفعل الجرس ليصلك كل ما هو جديد بازن الله. ياريت الناس تتفاعل معنا جماعة اللايك يعني بس. عشان الناس الفيديو يظهر للناس وناس يشوفه وناس يستفاد وانت تستفاده وكل يستفاد. طبعا بعد ما فرغنا الوردة بتاعتنا ضلعناها تمام? هتشتغل باجة اتمانجل الشغل وبالذات الملفات بين البرجة الواخوة التانية عشان ما تباش فيه مطب تزبطها واتخليش فيها اي مطبات خالص. دي الوردة بتاعتنا احنا. خمس وردات. كلهم زي بعض. بعد كده هنخش باجة ايه? نطلع به مع السقف ونعلمهم. اهو طبعناها على حط النص طبعا. نبدأ نعلم الوردة بتاعتنا. دي طريقة اسرع بدل ما انت ترسمها مرتين على السقف. تمام? لكن كده مرة واحدة اسرع. وتروح باخد علام من برة. تمام? كل نص الواحدة. يعني انت علمت النص دي. هتنزله وتطلع النص التاني ايه? تعلم غيره. طبعا زي ما علمنا احنا الوردة دي كان اعلم التانية. هتديك وردة كاملة ايه? على السقف. طبعا لو هتعمل فيها انارة مخفية هترد اتناشر سنطي تمام? من العلام اللي انت خدت لبرة لجوه. لان انت هتشتغل عليه الدجة عليه حديد. لو مش هتعمل فيها انارة مخفية اللي هي عقد الكهرباء اللي هيركب فيها شرط اللد. يبقى ايه? ترد سنطي واحد بس. والدجة حديد بحس تجفل. طبعا دجينا حديد احنا في الكل. وهنبدأ نربى ببقى الحديد زي ما اي شغل احنا بنشتغل. هنخش على المرحلة البعض كده ايه? اللي هي الجوائم بتاعتنا ايا كان النزول بتاعه. احنا طبعا نخلى النزول كل واحد يعني السكف الخريدي زي الداخلي. تمام? فاحنا حطينا الجوائم بتاعتنا وجبانا الوزنة بتاعتنا على الوزنة اللي برة. تمام? وشدنا زاوية تحت وعملنا حساب الندفة ركبنا حديد عريضة اهو عشان لو الندفة هتركبها مباشر نعرف نسمرها. بعد كده هتسمر ايه? الوردة بتاعتك. كل نص الواحدة زي ما انت شايف كده. النص يكون مخدم على حط النص بالزبط. اه كده ظهرت معنا. وتبدأ تسمر ايه? الوردة بتاعتك في الجوائم اللي انت خدته فوق. طبعا المرحلة بعد ما خلصت جفانا الوردة. تمام? هتبدأ تمعجن الدزء الفوق اللي هو الداخلي. عشان هتركب بعد كده بيت النور ما يدجاكش. اهو. بعد ما معدلنا وخلصنا معدين هنركب الزاوية دي الاخيرة يعتبر المرحلة الاخيرة في التركيب. دي الزاوية بتاعت بيت النور اللي هتعمل. بيت النور اللي هركب عليها خمسة صندق. ودي الخمسة صندق طبعا ايه ركبناها في الوردة بالكامل. احنا بنحاول نبسط لك المعلومة على قد ما بنقدر. تمام? وما نكترش عليك في الفيديو. وانت يا ريت ما تبخلش علينا. لو انت مش مشترك تشترك في القناة عشان تتابع الفيديوهات الجديدة لا تنزل. وما تنساش لايك للفيديو. بعد كده هنخش على مرحلة المعجون وهي اعتبر المرحلة الاخيرة لتركيب الميتل والشرائط بتاعتك. هتحط العدنة بتاعتك. ودي بالميتل تركيبه. احنا بنملي بدينا وبعد كده ايه بنشتغل بالسكينة بقى نزبط الدني. بس عشان نبقى اسرع بالايد بحس ايه ما نطولش يعني في الشوق. وده الفينش طبعا النهائي. تمام? احنا هنوريك كزا دكور في الشقة. احنا عاملينه. ما شاء الله تبارك الرحمن انا ما فيش اي كلام يعني. حزنًا 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 وده ده كورتاني برضو وردة يعتبر وردة شبه دكها بس على اكتر على ثلاث مستويات وبيت نور عدي حولين دائر دائر ما يدور ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر